الامر التاني الملاحظة التانية اللي هنضفها النهاردة ان مشروع القانون المقدم وضع فيه عدة مصطلحات او الفاظ تجعل القاضي ما يقدرش يفتي ولا يقدرش ياخه قرار ولا حكم الا لما يرجع للجهات المعنية في الخطاب الديني يعني على سبيل المثال بيقول ان امر لفظ الخلوة الشرعية ايه الخلوة الشرعية فين تفسيرها الشرعية من اللي يفسر الشرع الدستور بينقص على ان الجهة الاولى في التفسير في الخطاب الشرعي او الخطاب الاسلامي المؤسسات الازهر المؤسسة اللي بينسموها في عرفة عند الناس امواصة الدينية بس هو مواصر علمية طيب فاصبح القاضي بالقانون مش هيقدر يفتي دي خلوة شرعية ولا لا طب هي الحقيقة انا عايز اقول للجمهور وللناس الشرفاء اللي بيسمعونا يعني ايه خلوة شرعية يعني ايه اللفظ شرعية دي كمان هي مش الخلوة دي اللي بتحل محل الدخول او هي مظنة الدخول ما نكتب كده الخلوة التي هي مظنة الدخول بس لكن نقول الخلوة شرعية عشان القاضي ما يقدرش يجزم ولا يحسم المسألة ويحتاج الى جهة تفسر له يعني ايه الخلوة شرعية وكل حالة نبعتها بقى رسالة القاضي اللي سيفتي نقول له يا جهة الافتاء قلولنا فلان التقى مع فلانة في المكان الفلاني فهل دي خلوة شرعية ولا ليست خلوة شرعية تأتي بقى الفتوى وهبنان عليه القاضي يعتمد لا اكتبوا الخلوة التي هي مظنة الدخول ولا لما نقول ايه الناسب الشرعي برضو انا بديكم مصطلحات وردة في مشروع القانون ومشروع القانون على فكرة معايا ده المقدم للجهة المعنية لما يجي يقول والنسب الشرعي القاضي يقول يعني ايه نسب شرعي يعني النسب اللي الشرع بيعترف بيه ما هو النسب اللي الشرع بيعترف بيه ما تكتبوه اكتبوه اكتبوه اقوله كده ان الشرع بيعترف بالنسب اذا كان كتوة كتوة كت ولا اعترف بالنسب اذا كان كتوة كتوة كت لكن نسيب المصطلح كده المصطلح بحيس ان القاضي ما يقدرش ياخو قرار ولا لما نقول إيه ولا يجوز لأحد العاقدين في الزواج أن يكتب شرطا محرما شرعا أن يكتب أو أن يضع في عقد الزواج شرط محرم شرعا يعني إيه هو الشرط المحرم شرعا ما تقوله ممنوع عليه يكتب الشرط اللي بينص على كتوكات لكن الشرط المحرم شرعا بغموض عشان الغموض ده من اللي هفتيه من اللي هيبينه أنا عايز جهة الإفتاء الآن تقول لنا ما هو الشرط المحرم شرعا عشان يكتب يعني عشان الغاضي يعرف متى يكون الشرط المحرم شرعا وعلى فكرة أنا أظن وإن بعض الظن إيه ولكن بعض الظن مش كل الظن إن هذه العبارة اللي هو لا يجوز لأحد العاقدين في الزواج أن يضع شرطا محرما شرعا الهدف إنه إن لو أحد الزوجين أو الزوج يعني أو الزوجين اتفقوا على إن الطلاق الشفوي لا يقع وكتبوه في أسيمة الزواج يتم إبطال هذا الشرط موسيقى